نروح لي أخبارنا النهاردة اللي مش مبهجة بقى اتحاد الكرة المصري قرر تجميد مستحقات الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 بقاعدة كابتن محمود جابر بعد الخروج المبكر للمنتخب من الدور الأول ببطولة قوم أفريقيا المقابع حاليا في مصر اتحاد الكرة رفض صرف رواتب الجهاز الفني عن شهر فبراير الماضي وكذلك بعض المكافيات المتبكية لهم بعد الأداء المخيب للأمال في البطولة رافض تماماً رافض تماماً هذا القرار بص أنا مقتنع عن الجهاز الفني ماعملش شغل كويس مقتنع اللي عابين ماعملوش شغل كويس كل حالة مكتش جيدة بس أنت بتقدرش توقف مرتب مدرب أجنبي بتقدرش تعملها حتى لو النتائج مش عجباك يعني أنت لو مكتش عجباك نتائج كروش لف عليك الدنيا وخد فلوسه حتى لو مش عجباك مافيش حاجة يسمعها كده في حاجة يسمعها بلعب رياضة بلعب كورة بلعب كورة أكسب وخسر لما نخسر نزعل وندور على الأسباب بس ده مش معناه أبداً إنها لو خسرت ماخدش فلوسي ماخدش بتعبي ماخدش اجتهادي فهاش الكلام ده مش 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 مشروطة بالمكسب عقدي وفلوسي مش مشروط بالمكسب يقولك بتكذب ده في العقد ده لو كان فيه عقدة أصلاً أو عاتب اللي اختار الجهاز الفني عاتب اللي عامل مش عايزة أخش في الحاجات دي تاني بس المنظومة كلها فيها خلل فمش هنيجي على الراجل وجهازه ونقوله أصلاً دول مش هيخده الرواتب بتاعي طبعاً أقاباً ليهم عشان ما عملناش أداء جايد في كلاس اللهم لأفكال للشباب في ناس كتيرها بقى مش المفهود تشتغل وفي ناس كتيرها مش المفهود تاخد فلوسه مش بدافة عن الكابة محمود جابل اللي أنا ألومه كثيراً كثيراً عن مستوى اللي ظهر بيه منتخبنا الوطن للشباب هو جهازه المعاون طبعاً طبعاً يعني واللعبين كلهم ما عدموش أي حاجة في هذه البطولة بس ده مش معناه أنهم ما ياخدوش فلوسهم ببساطة يعني موسيقى